بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين أحبائي المشاهدين ومشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم ونحن وأنتم بأفضل الأحوال وبظهور مولانا صاحب العصري والزمان إن شاء الله حياكم الله وبياكم حلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل وظيفنا الكريم الدائم لهذا البرنامج المبارك سماحة سيد مناف الجزائري حياكم الله سماحة سيد الله يحييك الله يحفظك إن شاء الله ويوفقك ويوفق جميع الكادر المحترم لهذه القناة المباركة باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم إن شاء الله من جنوده اللهم أمين وأنتم من جنوده إن شاء الله سماحة سيد الله يحفظكم موفقين لكل خير إن شاء الله بما أنه شهر رمضان سماحة سيد وبداية شهر رمضان في كل عام نجد هناك اختلاف بين علمائنا الأفاضل الله يحفظهم حول الاستهلال ومسائل أخرى أيضا ما هو سبب هذا الاختلاف سماحة سيد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي ومن باب التبرك نبدأ بحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حسنتم قال النبي صلى الله عليه وآله شهر رمضان هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار جميل إذن هذا الشهر كله خير في خير الحمد لله رب والنتيجة التي هي بغية وغاية وهدف كل إنسان مؤمن مطيع لله سبحانه وتعالى أن نجات من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه اللهم أمين وقيامه وتلاوة كتابه وأن يجعلنا من الصائمين ويكتبنا من الفائزين ومن المعتوقين من النار اللهم أمين يا رب العالمين حسنتم سمعت سيد سلمكم الله هذا السؤال جدا وجيه الكثير من الناس أنه عندما يأتي إلى المسائل الفقهية ويتصفح فتاوى الفقهة يرى هناك اختلافات بالفتوى وبشكل عام بغض النظر عن قضية الاستهلال وقضية ثبوت الهلال بشكل عام نرى هناك اختلاف في الفتوى بين الفقهة هل هذا شيء غريب؟ لا طبعا أحب أنوه للمشاهد الكريم بهذه القضية إخواني الأعزاء عندما نأتي إلى أي مجال من المجالات أي اختصاص من الاختصاصات أي مهنة أي صنعة أل الخبرة بشكل عام عندما تكون عندنا فتقضية معينة يعني مشكلة في مورد من الموارد الخاصة سواء كانت جسدية أو ترتبط بما يتعلق بناء من الخارج نعم يعني السلع اللي نحتاجه سواء كان بناء سواء كان تصليح مثلا ناقلة سيارة أو غيرها عندما نروح لأهل التخصص الروح للأول يجيبنا بشيء نذهب إلى الثاني يجيبنا بشيء آخر يختلف عن الأول حسنتم في كل اختصاصات نشوف كل واحد عنده نظر كل واحد عنده رأي ما ما راح يصير عندنا أي مشكلة بهذا الشيء لكن عندما تأتي المسألة في الدين وفي المسائل الشرعية للأسف الشديد يشوف ضجة بين الناس لماذا هذا الاختلاف الجواب باختصار وبإجمال سبب اختلاف الفتوى بين العلماء بين الفقهاء خصوصا هو اختلاف الدليل نعم اختلاف الدليل الدليل الذي يعتمد عليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي لا يخرج من أربع هدلة عندنا احنا الشياء نعم الكتاب والسنة والإجماع والعقل جميل طبعا اللي هو مورد اتفاق عند جميع فقهاء وعلماء الأول والثاني الكتاب والسنة هذا شيء ما يختلف عليه اثنين من المسلمين فكيف الفقهاء الفقيه عندما يريد أن يأخذ حكما شرعيا يأتي لهذه الأدلة اذا تعددت الأدلة مثلا على سبيل المثال انا حتى لا اشتت ذهن المشاهد الكريم اجيب شاهد من القرآن الكريم حتى يتضح المعنى في القرآن الكريم بالنسبة لقضية معينة احتذر من المشاهد الكريم ولعله وفد مسألة حساسة لكن لا حياء في الدين فيها كلا لا تقرب النساء في المحيط نهي جاء بأن المحيط العادة الشهرية بالنسبة إلى المرأة إذا جاءت هذا يصير عذر شرعي بأن لا يجوز للزوج أن يواطئ أن يضحفا وأن يباشر زوجته في هذه الفترة لا تقرب النساء في المحيط حتى يطهرن هذه قراءة وقراءة ثانية حتى يطهرن يعني هو نفس الفعل مرة جاء بالتشديد ومرة جاء بالتخفيف حسنت شوف هذه الشدة التي أجت على الفعل حتى يطهرن غيرت بالفتوى قراءة اثنين صحيحات قراءة يطهرن صحيحة ويطهرن أيضا صحيحة حسنت يعني مثلا جاء عبد الله ابن مسعود اللي هو أحد القراءة وقرأ هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وآله والنبي لم ينهى يعني سمع وسكت وهذا يسمون التقرير يعني انضاء على القراءة جميل اجي ابي ابن كعب وقراءها أيضا يم النبي لكن قراءها يطهرن وذات قراءها يطهرن هذا قراءها بالتشديد وهذا قراءها بالتخفيف واثنين النبي صلى الله عليه وآله أي يدهن جميل جدا إذن صير هذه القراءة اثنين الصحيحات لكن هذه الشدة ماذا صنعت الفقهاء جاءوا عند استنباط الحكم الشرعي بأن الرجل متى يجوز له أن يباشر زوجته الذي قراءها بالتشديد أخذ القراءة الصحيحة عنده والمؤيدة عنده يطهرن يطهرن قال لازم تختسل غسل الحيض يا الله يجوز لزوجها أن يواطئ أن يجامح لأن تختسل غسل الحيض بعدين إلى حق أنه يباشر أما أما ذول يأخذ القراءة الثانية بالتخفيف يطهرن يطهرن قال مجرد ما أني انقطع دم الحيض ما يحتاج بالأمكان المباشر إذن شفت الشدة ماذا صنعت سبحان الله بالفتوى اختلفت نعم جواز وعدم جواز صار بسبب شدة شدة واحد صحيح فإذن اختلاف الفتوى سببها اختلاف الدليل بالنسبة إلى قضية الاستهلال اللي احنا في كل عام في كل سنة عندنا هذه المشكلة كذلك قضية ثبوت الهلال تعتمد على الأدلة تعتمد على الأدلة منهم من يقول خمسة أدلة موجودة منهم من يقول أربعة نعم شاهدان عادلان بشرط أنه لا يخالفهم شهود أخر شاهدان عادلان البعض قال حتى ولو كان شاهد عادل واحد مورد اطمئنان بعضهم أيضا قبل شاهد واحد صحيح و لكن المشهور المتفق عليه بأنه يصير شاهدان عادلان أو الشخص نفسه هو يرى الهلال صم للرؤية وافطر للرؤية الشغرة والشياع الذي يجلب الإطمئنان يصير الإطمئنان عند الناس بسبب الشياع الذي صار برؤية الهلال وحكم الحاكم بعضهم من قال بأنه حكم الحاكم أيضا مورد التأييد والبعض أيضا قال بأنه إذا صار يعني تواطئ بالخبر ليوجب الإطمئنان يعني أقل درجة من الشياع شهرة أما قضية المبنى بعضهم من يقول بأن بالرؤية المسلحة وبعضهم من يقول بالعين المجردة بعضهم من يقول بأنه وهذا طبعا كله أدلة بها موجودة روايات أهل البيت عليه السلام اللي سببت هذا تعدد الآراء والمباني إذا كان الأفق يعني ليش مثلا يجي واحد يقول في البلدة الفلانية ثبت عدهم عيد إحنا ما ثبت عدنا عيد قضية أيضا اتحاد الأفق وتعدد الأفق من الفقهاء من يقول إذا رؤية في بلدة عند المسلمين خلص يثبت عد جميع المسلمين وبعضهم من يقول لا كل أفق كل دولة كل منطقة أفقها يختلف عن الأفق الدولة الأخرى فهذا يصير سبب اختلاف في قضية رؤية الإله إذن بإجمال جدا مبسط وسليس أنه اختلاف الفتوى سببه ماذا اختلاف الدليل وتعدد الدليل نعم حسنتم بارك الله هناك عبارة جدا جميلة سماحت سيد دائما نستخدمها في المذهب نحن أبناء الدليل أين ما ماله نميل حسنتم سماحت سيد بارك الله فيكم مولانا هناك يوم يسمى بيوم الشك ما هي أحكام يوم الشك تحديدا بإجاز لو سمحتم قبل الفاصل إن شاء الله بارك الله فيكم يوم الشك هو اليوم الذي يكون يعني يشك فيه هل هو آخر الشهر أو أول الشهر الآتي نعم وعادة هذا نبتلي بي وين نبتلي بي في بداية شهر رمضان ونهاية شهر رمضان حسنتم يعني هل هو هذا آخر يوم من شهر شعبان أو أول يوم من شهر رمضان هذا يسمون يوم الشك يعني مشكوكم فيه هل هو من شهر شعبان من الشهر السابق نعم أو من شهر رمضان إنه صائم شني ينوي أحسنتم نعم يوم الشك من أحكامه المهمة جدا إذا كان يوم الشك في قضية بداية شهر رمضان أنا ما أدري هذا اليوم أول يوم من شهر رمضان لو آخر يوم من شهر شعبان نعم فهل يجب صيامه واجب علينا صومة لا الفقهاء يقولون العلماء يقولون بأنه مواجب صيام يوم الشك لا يجب صيامه زين هسا أنا إذا أجيت أريد أصوم أريد أصوم ذاك اليوم يوم الشك ما أنوي ما هي النية التي أقصدها وأعتمد عليها لكي يصح صيامي نعم الفقهاء يقولون أنويه أي نية التي تريدها بس لا تنوي من شهر رمضان جميل لأنه مو ثابت أنه من شهر رمضان ما دام مو ثابت من شهر رمضان فهم من شهر رمضان إذن هو من شعبان نعم فإنويه من شعبان سواء كان عندك مثلا قضاء في ذمتك إنويه قضاء ما في الذمة جميل إنويه من باب الاستحباب من شهر شعبان نعم زين زين هسا أنا إجيت ونويت من أو حتى بعض الفقهاء عند بعض الفقهاء بأنه يقولون بالنية الملفقة أو المرددة يسمونها النية المرددة يعني شنو أنويه الشكل إذا كان من شهر شعبان فهو من شعبان وإن كان من شهر رمضان فهو من شهر رمضان نعم هذه أيضا تصح عنده كثير من الفقهاء بهذه النية المرددة أيضا لكن الأفضل بأنه أنا أنويه من شنو من شهر شعبان نعم إذا أثناء ما أنه نويت من شهر شعبان وتبين بأنه من شهر رمضان متى ما تبين قبل الظهر بعد الظهر قبل الغروب بدقائق رأسا أبدل النية مات جميل للدن أبدلها من ذي النية السابقة إلى أنه من شهر رمضان إذا ثبت إذا ثبت حسنتم إذا تيقنت بأنه من شهر حسنتم سيدنا من بعد ما انتهيت انتهي اليوم أو انتهي الشهر وتبين بأنه هذا يوم الشكل أنا نويته من شهر شعبان هذا كان من شهر رمضان ينطلع الشهر ناقص وثبت بأنه من شهر رمضان هي الله سبحانه وتعالى يحسبه لك أنه من شهر رمضان حسنتم يعني مثل ما نقول بالاصطلاح العرفي أوتوماتيكيا يعني هو ينحسب من شهر رمضان الدين يسر أحسنتم وعرق الله بكم سيدنا فهذه نقطة بعد أكون نقطة مهمة جدا إذا واحد ما صام نعم وقلنا لا يجب صام يوم الشك ما صام ذاك اليوم وتبين أنه من شهر رمضان يجب عليه الصيام نعم إن لم يكن قد تناول شيء أي مفطر من المفطرات ما ارتكبه رأسا ينوي من شهر رمضان وينوي الصيام صيام صحيح ما يحتاج إلى قضاء أما إذا لا قد ارتكب مفطر من المفطرات يجب عليه الإمساك وبعد شهر رمضان يقضي ذلك اليوم بدون كفارة حسنتم سمع حسين طيب الله أنفاسكم نطلع إلى فاصل قصير إن شاء الله ونرجع نستفيد من أنفاسكم سمع حسين عباء المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدية الفضائية فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدية الفضائية ونعودوا وإياكم لكي نكمل هذه الحلقة ببرنامج توضيح المسائل مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم سماحة سيد مناف الجزائري حياكم الله سماح السيد الله يحفظكم إن شاء الله وأيدكم بعد أن تحدثنا عن اختلاف الفقهاء حول الاستهلال والمسائل الأخرى وأيضا تحدثنا عن يوم الشك ننتقل إلى نقطة جدا مهمة سماحة السيد يحتاجونها السادة المشاهدين في هذه الأيام وهي نية الصوم شلون ننوي أنه نصوم شهر ربضان مبارك طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وآله إنهم الأعمال وبنيات يعني أي عمل من الأعمال سواء كان من الأعمال اللي فيها أجر وثواب يعني الأعمال الصالحة أو نعوذ بالله من الأعمال الطالحة واللي فيها عقاب وعذاب متوقف على النية إنهم الأعمال بالنيات من العبادات التي يجب فيها ومن أركانها النية هو الصيام طبعا النية تكون قلبية لا يجب التلفظ بها نعم واجب أنه وعلي تلفظ بن بنية العبادة نعم ففي قلبه يقصد بأنه طاعة لله نعم امتثالان لأمر الله حبان لله قربتان إلى الله كل هذه العناوين صحيحة بأي عنوان يختار يقول قربة إلى الله جميل فالقصد من الصيام أي أنه يمتنع من ارتكاب أحد المفطرات من الفجر إلى الغروب جميل قربة إلى الله أو طاعة لله أو محبة لله كل هذه العناوين تصدق جميل أنه بهذا القصد وهذه النية تكون قلبية ما يحتاج تلفظ بها لا يجب التلفظ بالنية محسنتم هذه نقطة مهمة جدا لكن كيفية النية في شهر رمضان كيف تكون مرة أنه أنوي صيام شهر رمضان بأجمعه من أول ليلة من أول ليلة أول ليلة من شهر رمضان أنوي بأن أصوم الشهر كله قربة إلى الله ومرة لا في كل ليلة من ليالي شهر رمضان أجدد النية يعني أنوي أقصد في قلبي بأنه غدا سأصوم قربة إلى الله بالليل أبيت النية نعم والنية الثالثة الكيفية الثالثة اللي هي أصح وأكثر أطمئنان بأنه أول ليلة أنوي صيام شهر رمضان بأجمعه وأيضا كل ليلة أجدد يعني الصير النية ملفقة جميل ملفقة بين النيتين ليش لأنه ممكن أنه صير عند المكلف صير عنده شغلة ضرورية فيسافر يسافر يوم أو يومين ينقطع عن الصيام فعدما يريد يرجع إلى وطنه أو إلى محل إقامته لكي يصوم فلازم يجدد النية فأيضا هي هاي راح تصير مكملة يعني ليليا أنا أجدد النية وبداية شهر رمضان أيضا أنا نويت قطعا بأنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إن شاء الله كل واحد من أدناء ليلة شهر رمضان يقول اللهم وفقنا لصيامه يعني بأجمعه جميل جدا وكل ليلة أيضا أجدد النية مرة أخرى فكيفية النية أن تكون ملفقة بين نية واحدة للشهر بأجمعه من أول ليلة وفي كل ليلة أيضا أجدد النية أحسنتم هذا أفضل بارك الله فيكم سماحة سماحة طيب الله أنفاسكم طبعا سيدنا مثل ما أكو هناك نية للصوم أيضا هناك أكو مبطلات للصوم ما هي مبطلات الصيام سماحة سيد نعم طبعا عند مشهور فقهائنا أنه مبطلات الصيام عشرة البعض قال تسعة منهم سماحة آية الله العظمى السيد السستاني حفظه الله عند رمس الرأس تحت الماء ليس من المبطلات نعم ويعتبره من المكروهات للصائم أما بقية الفقهاء الأغلب عشرة يعني من ضمن الرمس الرأس تحت الماء نعم زين هذه المبطلات العشرة فقط في صورة العمد أكرر منبه المشاهد الكريم فقط عندما يكون الصائم متعمدا لماذا؟ أولا للأكل يتعمد الأكل في نهار شهر رمضان الشرب يتعمد الشرب يعني إذا كان ناسيا غافلان مكرهان يعني مو باختيارة هذه كلها ما تبطل الصيام جميل إلا إذا كان شنو متعمد حسنتم الأكل والشرب والأمور الجنسية من الجماع أو إنزال الملي والتقيق يتقيق عمدا أما إذا واحد مثلا صار عنده دوار برأسه وجع راس أو كذا أكل زايد غيره صار عنده حالة تسمم وبدون اختيارة استفرغ هذا ما يبطل الصيام إلا إذا كان متعمدا الحقنة بالمائع الحقنة بالمائع أما بالجامد لا الحقنة عذرا من المشاهد الكريم يعني إدخال شيء مائع وسائل من الشرج نعم من الدبر أيضا إذا كان عصا متعمدا بذلك نعم أما إذا كان جامدا لا فلا يبطل الصيام وأيضا إدخال الغبار الغليض إلى الحلق وهذه فأنا مسألة أريد أن أتوقف عندها بين قوسين للمشاهد الكريم الغبار الغليض مثلا إذا كان تراب و من هذا التراب طبعا الغبار مو شرط إلا أن يكون من التراب ممكن أن يكون من الطحين يعني من الأمور المأكولة للإنسان وممكن أن يكون لها دخان غيرها هذا الغبار الغليض إذا دخل إلى الحلق وحس به وابتلعه متعمدا نعم كل هذه الأمور مثل ما قدمت بأن يكون متعمد نعم لابتلاعها لتناولها الغبار الغليض يشمل الدخان أيضا الدخان الغليض يعني الفقهاء أجوا احتاق أو احتياط واجب بالدخان نعم الغليض ومن ضمن هذا الدخان شرب السقائر شرب السقائر نعم أيضا هذا مفطر طبعا فقهاءنا مشهورهم يحتاطون احتياط واجب نعم لكن البعض شنو قال قال بأنه ليس من المفطرات ليس من المفطرات لأنه مو من ضمن الغبار الغبار الغليض هذا طبعا بحث مفصل عند الفقهاء يعني واحد لازم يدخل للحوزة العلمية عشرين ثلاثين سنة يلا يفتهم هذا المعنى حسنتم ولكن أنا ما أريد أدخل بالبحث الفقهي مالته شرب السقائر فقهاءنا مراجعنا خصوصا الفعليين كلهم أعطوا احتياط واجب في عدم ارتكاب شرب السقائر حسنتم في نهاري شهر رمضان نعم لكن أشوف أنا نفسي شهد ما أحد نقل لي في بعض المكانات احتراما ما أريد أنقل وين الباكيت الجقائر بإيده نعم في نهار شهر رمضان في نهار شهر رمضان نعم إذا تسئله شنو هذا يقول يا با أنا مقلد المرجع الفلاني هو مجوز دي مع العلم أن المرجع الفلاني زين خلن أجيب الاسم ما يخالف حتى الأخوة لازم ينتبوني لهذه القضية يعني الفتوى مو آخذ نص من عدها والنص أتركه نعم نجم أنتبه للفتوى وقصد الفقيه عندما يصدر فتوى السيد محمد صادق الصدر آية الله العظمى شهيد الثاني شهيد الثاني رحمة الله عليه الله أنه جوز لكن جوز علما جوز قال بأنه هذا اللي يصير عنده دوار شديد وجع راس يعني و ما يتحمل أنه يبقى بدون ما أنه يروح على جانب ياخذ السقارة يشرب من عدها نفس أو نفسين بحيث أنه يرتاح هذا الصداع اللي يصير عنده الشديد اللي لا طاقة له على تحمله يهدئ أما مو أنه ماسك يعني بالأيام العادية ما يشوف الشباب ماسك باكية الجقائرة بهاي إيده والجقارة مولعة معملها بإيده الثانية ويفتر لماذا بس بشهر رمضان مو هذه صير إهانة لحرمة شهر رمضان لازم الراعي هذه الأمور يعني الآن عندما يجي واحد ويشوف شخص ماسك بيه دجقارة ويدخن بشارع يقول هذا صاهم لا طبعا ما راح يشك بأنه هذا مو صاهم فإذن هذه يصير إهانة ويصير شنو تشجيع للجيل اللي يجي بعديا يعني الشبابنا شباب المستقبل اللي بعدهم مبالغين مواجب عليهم الصيام عندما يشوف أخوه عندما يشوف أبوه عندما يشوف عمه عندما يشوف جارة بأنه بها الطريقة هذه هذا راح يشجع لأنه ما راح يصن للمستقبل والسبب منه السبب هكذا أفراد فلا تصير إهانة لحرمة شهر رمضان والفتوى ما أريد أنا أقول مقلد المرجع الفلاني أعرف بأنه الفتوى ما الته بأي طريقة بأي شكل كذلك المرحمة الشيخ اللانكراني أيضا كانت الفتوى ما الته الشكل بأنه ليس من المفطرات ومشاكل لكن بعدين قبل لا يتوفى رحمة الله عليه عدل عنها وأيضا احتاج احتياط واجب بمسألة التدخين فهذه الأمور يجب أن تراعى في نهار شهر رمضان وحرمة شهر رمضان فوق كل هذه الأمور يعني حتى أكو كثير من النساء أغلب النساء بأنه يصير عدها عذر شرعي العادة الشهرية عد ما تجيها أو تكون نفسها ما يجب عليها الصيام يعني من باب احترام وحرمة شهر رمضان تروح على جانب وتاكل طعامها أو المريض مثلا معذور ما يقدر يصن مو بالشارع يتجاهر بالأكل والشر احتراما لشهر رمضان حسنتم سماح سيد طيب الله أنفاسكم مبارك الله فيكم إن شاء الله لنا حلقات قادمة في هذا الشهر المبارك ورح نستفيد من أنفاسكم المباركة سماحة سيد منافج جزائر شكرا جزيلا لكم الله يحفظ نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل إلى لقاء آخر إن شاء الله تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر